طيب إحنا سألناك على أكتر حاجة خوفتك وأول قصة عملتها عايزة عارف أغرب قصة سمعتها أغرب قصة سمعتها أو عملتها أكتش طيب أنا في مثلا بالنسبالي هو أنا بحضرها لسه هتنزل بقالها يومين ثلاثة بكتير اللي هي اسمها التوربيني معرفش تعالى تسمع عنها أو لا التوربيني ده شخص في 2006 أو 2007 في مصر متخصص في قتل الأطفال اللي عندهم 12 سنة فقط وكان بيعتدي عليهم فوق القطر والقطر ماشي ومعها عصابة بتمسك الضحية أو بتسيطر عليه وبعد ما بيعتدي جنسيا يرموه من فوق القطر أسنى هو يعني يموت باب أي شكل قطر يشيله وأي حاجة تحصل مش كالسطر تم اكتشافها بطريقة غريبة جدا أنه عامل من السكة الحديد بينظف بيعمل صيانة فلقى جسة فبلغ جسة طفل يعني فبلغ فالشرطة بدأت تيجي تفهم في إيه لقوا ثلاثة ثلاثة جسة ثلاثة جسة بقى بيدوروا تاني على مدار أسبوع وصلوا لأنهم لقوا 12 جسة موجودة وكلهم في السكة في السكة الحديد أوكي سنة تقريبا واحد 12 سنة ما بيزودش عن كده قلبي وجعني وخفت وكل حاجة موضوع صعب جدا فلولا أن في حس أمني وزكاء أمني فهم مفيش تفسير اللي بيحصل هم قالوا أنه الأشخاص أو الأطفال المتعوفين دول ما فيش أي بلاغات باختفاقهم فهم أغلب الواقع ده فين أهالي الناس دي يعني زي ما فيش بلاغات وهو هنا بقى ميزة أن يبقى فيه شخص أمني مستوعب معظم الأطفال دي طلوا أطفال شوارع فملهمش أوراق ملهمش حاجة فعملوا إيه راحوا على أماكن تجمع الأطفال دي وبدأوا يحققوا معهم لحد ما بالصدفة وقعوا في شخص من المساعدين لرمضان ده اللي هو التربين طب التربين ده بعد ما اتقبى ده ليه تعرف إنه أصلا قتل أكتر من 34 طفل يعني مش 12 وبدأ يشرحه وحطهم فين وقصة كبيرة جدا طب تعالي بقى نرجع لتاريخ التربين هو ليه سمى نفس التربين عشان اللي اعتد عليه هو صغير اسم التربين واعتد عليه هو عند 12 سنة واعتد عليه فوق القطر ورمى من القطر بس ما ماتش ما ماتش وبلغ عن الشخص ده واتقبض عليه وخرج من السجن مع كده مات فقرر إنه هو هيسمي نفسه التربيني وقرر إنه هو بيتقامل شخصيته حينتقن نفسيا طب إيه اللي انت بتعمله عشان إيه مافيش خد حكم عدام برضو لكن القصة غريبة ومرعبة جداً 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 34 طفل كارثة وتوجع القلب وكل حاجة طيب احكي لي عن سلسلة ملفات الطب الشرعي الطب الشرعي الطب الشرعي أنا البداية بتاعته كنت من كتر مقاريت فيه عارف إن كل تفصيلة في أي قضية طب الشرعي يقدر يحلها بمنتهى البساطة اللي في الدنيا وعلم كبير جداً وأقسامه كتيرة جداً فأول مرة عملت القاء مع دكتور اسمها سمر في الطب الشرعي في جامعة هان شمس كنت رايح بشوية معلومات صغيرة لما عات معاها بقت المعلومات أكتر بكتير طبعاً فاكتشفت إنه فيه قواضي كتير جداً جداً أو قضايا كتير قوي قوي كلها تم حلها بالطب الشرعي فقط لغير حجم الجرح مكان الجرح شكل الجرح جسم نفسه تعرض لإيه التقرير ده هو السبب الرئيسي في حل أغلب القضايا فعشان كده عملت حاجة اسمها ملفات الطب الشرعي لأنها فعلاً ما تخلص